ولمزيدنا من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من معرض القاهرة الدولي للكتاب مرسل التلفزيون المصري محمود جميل محمود بعد التحية ضعنا في تفاصيل افتتاح رئيس الوزراء للمعرض وما يتميز وينفرد به المعرض في دورته هذا العام أهلاً وصهلاً بكم وبكل أسادة المشاهدين انطلاقة قوية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الرابعة والخمسين هذه النسخة التي تشهد تفاصيل كثيرة وجديدة الافتتاح اليوم كان بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وسفير المملكة الأردنية الهاشمية في مصر ووزيرة الثقافة المصرية وأيضاً وزيرة الثقافة الأردنية باعتبار أن المملكة الأردنية الهاشمية هي ضيف شرف هذه النسخ نتحدث عن 1047 دور نشر يشاركون من 53 دولة بفعليات فنية وثقافية مختلفة نتواجد الآن بين عدد من الأجنحة الهامة داخل معرض الكتاب سأستعرضها مع حضراتكم من خلال هذه الجولة التي سنقوم بها جناح وزارة الداخلية الذي يعني يقدم خدمات كبيرة للزائرين هذه الخدمات تعبر عن الخدمات التي يقدمها جناح وزارة الداخلية سواء بنتحدث عن الخدمات المرورية أو عن السجل المدني وكيفية أن يقوم بتنفيذ هذه الخدمات أما عن يميني هذا الجناح هو جناح المملكة الأردنية الهاشمية هذا الجناح الذي يعني تحل المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف هذه النسخة بمشاركة 85 من النشرين والمبدعين أيضا من الإصدارات والكتب المختلفة أما هذا الجناح فهو جناح وزارة الدفاع الذي يقدم الإصدارات المختلفة نتحدث عن التراث العسكري عن التاريخ عن الشخصيات العسكرية وشخصية جناح وزارة الدفاع المشير أحمد إسماعيل أحد قادة وعظماء حرب أكتوبر أما هذا الجناح فهو الجناح الخاص بالهيئة المصرية العامة للكتاب التي تقدم هذا الجناح بتخفضات مناسبة للزوار أما الآن ولأول مرة في معرض القاهرة الدولي للكتاب يتواجد جناح المبادرة الرئاسية حياة كريمة هذه المبادرة التي تواجدت لأول مرة في معرض القاهرة الدولي للكتاب سيقدم هذا الجناح الخدمات المعرفية للجمهور سيتيح أيضا بعض الورش الحكي والمصرحيات للأطفال سيقدم للجمهور الخدمات التعريفية عن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ولا ننسى أن المعرض أيضا كرم أدباء وشعراء مصر على رأسهم الكاتب والشاعر الكبير صلاح جهين شخصية هذا المعرض وأيضا الكاتب الكبير كامل كيلاني شخصية معرض الأطفال الذي سيقدم خدماتي للأطفال من الورش وأيضا الحكي وأيضا الرسوم والمصرحيات الموجودة هذه التفاصيل هي الخاصة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الرابعة والخمسين وفي انتظار تشريف أسادة المشاهدين بدءا من غد الخميس والآن عودة إليكم مرة أخرى